زوجان أمريكيان ضرب المثل في مدى اهتمام سياح العالم بمدينة بومبي المجاورة لنابولي جنوب إيطاليا وصلت زوجان مارفين هيوسون وفالنتينا رفون في وقت غلق المدينة بسبب وباء كورونا وانتظرا شهرين ونصف الشهر لتحقيق أمالهما وزيارتها بمجرد فتح أبوابها بومبي المدينة الرومانية الفريدة التي دفنت بفوران بركان في زوف عام تسعة وسبعين بعد الميلاد وطالما عادت كموقع أتري مترام الأطراف برغم الكوارث والزلازل والانفجارات والحفريات أزقة وبيوت وهياكل زخرفية عالية القيمة وحتى بعض ضحايا البركان بمقتنياتهم أتينا ولم نشأ أن نتراجع في حجز تلك الزيارة النادرة وانتظرنا حتى نحتفل بعيد زواجنا الثلاثين وأيضا بعيد ميلاد زوجي الخامس والسبعين كانت موطنا لثلاثة عشر ألف نسمة ودفنت بقوة فوران بركانية تعادل عدة قنابل ذرية على مدى ستة وستين هكتارا واكتشفت في القرن السادس عشر بتوثيق نادر للحياة اليونانية الرومانية وبعد آخر ترميم افتتحت ثلاثة بيوت شهيرة فيها دوموس ومنها ما يسمى بيت العشاق بعد أربعين عاما ربما لا يزورها فيما تبقى من العام أربعة ملايين زائر كالعام الماضي لكنها في انتظار من يعود منهم ومن يأتي لأول مرة لمشاهدة مواقع نادرة اكتشفت قبل الإغلاق مباشرة بومبي مثل الكولوسيوم والبندقية من أشهر المواقع السياحية الإيطالية في العالم وإيطاليا هي الأولى عالميا في عدد المواقع السياحية والتراثية والثقافية المحمية تحت مظلة اليونسكو تليها أسبانيا والأولى أوروبيا في عدد الشركات السياحية تليها فرنسا رفاة النجار العربية روما